موسيقى موسيقى أهلا بكم أفادت وسائل أعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم أحد الأبنية السكنية في بلدة بقصة شرق مدينة صيدة في جنوب لبنان وهو يمثل الاعتداء هو الثالث على بلدات محيطة بمدينة صيدة فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على عيد الشعب وسوق النبطية جنوبي لبنان والبقاع شرقي لبنان من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 15 شهيدا في ثلاث غارات إسرائيلية على بلدات في لبنان أفاد مرسلنا بأن حزب الله استهدف بصاروخ موجه قوة إسرائيلية حاولت التوغل بريا في بلدة راميا بجنوب لبنان وضف مرسلنا أن حزب الله نفذ سبعا وعشرين عملية متنوعة في الساعات الماضية ما بين التصدي لمحاولات توغل قوات الاحتلال واستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية مشيرا إلى قيام حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية في مناطق بالجولان السوري المحتل المرة الأولى أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال بموقع المنارة بالصواريخ كما قصف حزب الله تجمعا لقوات الاحتلال في كرن نفتالي إضافة إلى تنفيذ هجوم جوي بالسرب من المسيرات على عين مارك اليوت وقاعدة دفاع جوي في كريات ألي عازر غرب مدينة حيفا كما قصف الحزب برشقة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة كما استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من خلت وردة وثكنة ذرعيت ومستعمرة شميرة أعلن جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق أمس نحو 320 مقذوفة من لبنان على مناطق متفرقة في إسرائيل وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق عشرة صواريخ من لبنان إلى شمال إسرائيل حيث أصيب ثلاثة أشخاص جراء سقوط صاروخ في الجليل الغربي وأصيب 12 آخرين بجروح طفيفة في أماكن أخرى دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى ضمان سلامة وأمن قوات اليونيفل والقوات المسلحة اللبنانية وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي أعرب أوستن عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه يجب التحول من العمليات العسكرية في لبنان إلى مسار دبلوماسي في أقرب وقت ممكن أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 11 شخصا وإصابت آخرين في غارات إسرائيلية على مخيمي النصيرات وجباليا بقطاع غزة وأشارت وسائل الإعلام إلى استشهاد ثمانية أشخاص من عائلة واحدة في قصف للاحتلال لمنزل بمخيم النصيرات وسط القطاع كما قام جيش الاحتلال بنصف عدد من المباني غرب جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة أفادت مصادر محلية بقيام جيش الاحتلال بإطلاق النار بشكل كثيف بمحيط منطقة التوام شمالي قطاع غزة كما شن جيش الاحتلال قصفا مدفعيا على مخيم البوريج وسط القطاع وأضفت المصادر أن جيش الاحتلال شن غارتين جويتين على منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية جنوبي القطاع أفادت وسائل أعلم فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم مواطنا من بيت إيبا غرب نابلس وأضفت أن عددا من العربات التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت أيضا أحياء عدة من مدينة نابلس منها منطقة ضاحية وخلة العمود شرقا ومنطقة روفيديا غربا ومنطقة الدوار ومحيط البلد القديمة وسط المدينة كما دهم جنود مشاء أحياء البلدة القديمة أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باقتحام قوات الاحتلال بلدة ترمسعية بمحافظة رامالله في الضفة الغربية وأوضح أن القوات الإسرائيلية اقتحمت أيضا بلدة بيت لقية غرب رامالله كما اعتقلت شابا من بلدة السيلة الحارثية في جنين أيضا أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة رامالله من جهة أخرى أشارت وسائل أعلام فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة سعير شمال الشرق الخليل جنوبي الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر